وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير سياسات حكومته برئاسة بن يمين نتنياهو وهدد بالاستقالة خلال شهور وفق ما نقلت القناة الثالث عشرة الإسرائيلية عن مصادر مقربة منه وذكرت القنانة الوزير بن غفير طالب نتنياهو بالرد العسكري في قطاع غزة وبتأجيل إخلاء الخان أحمر في منطقة جيم بالضفة الغربية وهدد بن غفير بالاستقالة في حال لم يتمكن خلال ثمانية أشهر من إحداث تغيير مهم في الملفات المذكورة داخل الحكومة